موسيقى سامحوني انا هاخد اجهزة خمشهر يوم انا فكرت اللي انا عمل حيث اجهزة خمشهر يوم دي من انا ما حدش اكبرني وزارة الصحة قالت لم وخفوا العدد وخفوا الحاجات دي سالة ما شاء الله الناس بتحبيني برضو عندي زحمة فمش عارف اعمل ايه فقلت بسلا انت بعمل سيكاوي افكر فقلت انا رايح الاسطاف خمشهر نفر خمشهر يوم وقلنا اخد اجهزة خمشهر يوم وانا هديهم ورتبتهم وحتى التغسل احطرهم في الصندوق دي من فضل ربنا خط كسير منهم وخط من بلد وقل ارض المكان ده مش عيب ان احنا نعمل حاجة زي كده انا بتمنظر عشان كل ناس تعملت في منظر زي عشان هاللوقتي موضوع احنا في حب واحد كلنا يبقى ايد واحدة اللي هو الموضوع اللي انا قلت هعمل النهاردة الميلون جنيه اللي هو فانا قلت مش اشكال ما في شركات عامة باقة فانا ممكن اقول القابل اللي انا بس انا اعمل زي الاخواتي في المدارس انا ولادي في المدارس انا اغنى اطفع في الاسطافة فكل هنازم نوقف عشان احنا عندنا ثلاثة اربعة مليون طالب كليات وكده وكده عاوضة بقات فانا قلت اطفع مليون جنيه للأهل مبابا ووزارة الرباة اللي ما بتخدش حاجة بس هي بتوجهيني ان انا بتفعلي مين سواء انا با دفعت انا سبب المليون ده يبقى 200 مليون موسيقى 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 وانا طبعا عملاء بيحبوهم ولعوزيني اجيلكوا في قلب البيت البرنس النهاردة هيشتغل تكاويه قالو يا برنس تعالي حبيب تبخلي في المطبخ ايو يا خالب تعالي تبخلي حبيب في المطبخ اروح لي حتجمع انا خمساش هدقو عبدي ايديك عشان انا عملاء من فضل ربنا فضل اهلي فضل امي فضل اخواتي فضل اصطف الجميل والله بلدي جميل يا جماعة انا والله بعمل اوانطة انا بعمل حاجة انا بتكلم من قلبي وانا بحب بلدي وان شاء الله بلدنا دي هتقوم بشعبنا الجميل والبرد ده هيروح بشعبنا المقترب يعني انت هتشتغل تكاويه في خمساشة اليوم ولا ايه حاجة انا بقيت انا خايف انا الوقت يا باشا الناس انا قلت علني هو الناس النهاردة واحد يبعدي عارش التاني بتخضي منه وفي الاخر لو بعد مليار ملومش لازمة الهبش دي راح حافظيه يعني ايه كورونا كورونا ايه كورونا ايه كورونا ايه كورونا ايه والسلام عليكم اشتركوا في القناة